شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدمين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب وقد جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة الساناتور جوني إيرنست استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الأمريكي برئاسة السيدة الساناتور جوني إيرنست وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين إدراكاً لما كانت ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي لسيماً في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد حيث شدد سيادته على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد كما أكد السيد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين